بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا نحلم مع بعضنا نرضي يا ولاد على جرامر كلمات يونت ناين نبدأ مع بعض أول جملة طبعا عارفين يونت ناين بيتكلم عن الفارمينج والأجريكالشور فارمينج أجريكالشور كل معنا زراعة بيتكلم عن أنواع الزراعة سواء أورجانيك أو إنورجانيك واستخدام الفيرترايزرز اللي الأسمدة أو عدم استخدامها واستخدام البيستسايت والإنسيكتسايت وهكذا فلما نيجي نحلم مع بعض نشوف أول جملة بتقول لك إي جملة الأولى بتقول long ago got their food from animals and fish they killed بيصطادوا حيوانات وأسماك يبهم ما كانوا شغالين إي أيوة برافو الحل الكلمة hunters hunters طبعا يعني صيادين طيب لو جينا نقول number two the existing plan is a failure so we have to eat الخطة الموجودة فاشلة يبا إحنا عايزين إيه؟ أيوة يحسن أو يعدل يبا الحل عندك كلمة identify برافو طب نشوف مع بعض number three فكر كده واحدة واحدة genetically modified crops ولما نقول لي قلنا genetically modified ما قلناه genetically بس لأنه modified adjective صفة فيأتي قبلها الأدفرب اللي هو الحال فتيجي بدل genetic ولا genetically تبقى genetically modified crops اللي هو المحاصيل المعدلة جينيا can improve إيه اللي ليه علاقة بالمحاصيل نبص كده مش حلقي غير كلمة أيوة برافو عليكو كلمة agriculture اللي هي الزراعة لها بدائل آليها بدائل بدل agriculture farming cultivation كل معنى farming زراعة cultivation زراعة agriculture برضو زراعة number four some people worry about eating genetically modified food as it is الطعام المعدل جينيا هل ده طعام طبيعي طبعا لا يبقى it's unnatural يعني غير طبيعي number five are parts of cells يعني جزء من الخلايا أجزاء من الخلايا of living things that control our development بتتحكم في نمونا يبقى دائل بيتكلم على إيه الفونجي الخميرة مثلا والبكتيريا والجراسيم أيوة برافو عليك الحل هنا كلمة جينز اللي هي الجينات برافو أجزاء من الخلايا الكائنات الحية يبقى اسمها الجين وده الجزء اللي هو يعني بيحدد طويل قصير تخين رفايع وهكذا جاي منها كلمة جين الجين جينتكس علم الوراثة جينتكالي موديفايد جينتكالي يعني وراثيا جينتكال يعني وراثي وفيه كمان كلمة جينتك طب اللي بعده بينج بينج نا 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 يعني كونه غير صحي غير طبيعي جينتكالي فود جينتكالي موديفايد فود may new disease in the future هيجيب معها أمراض كلمة يجيب هنا يعني يعني برينج رفا عليكم فكروا في من أول رقم سبعة لحد رقم عشرة ونرجع لكم ويرجعنا لكم ونشوف مع بعض الجملة بتقول زا ستورم اللضف دامج دامج يعني تلف اسمع بيولد كلمة دامج اللي همانين بتأتي معها مع كلمة دامج بيجي معها إيه بيجي معها do damage أو cause damage الفرق بين الاثنين بين do damage والتانية اللي هي cause damage لو do damage يعني يفعل شيء عمد يطلف عمدا أما cause damage الآن معناها يسبب شيء دون إيه دون قصد فلما نقول زا ستورم ألا طف دامج يبقى الحل هنا كلمة ديد إيه اللي بعده one advantage of the technology of genetically modified food crops طبعا واحد من المميزات بتاع التكنولوجيا استخدام الأطعمة المعدلة جنيا is that it can protect people from تحمي الناس من إيه من الفيضلات من النار من العواصف ومن مجاعة طبعا الحل starvation starvation اللي هي المجاعة number nine when the hunters live in one place لما الصيادين عاشوا في مكان واحد أصبحوا أيوة بقوا يزرعوا يبقى بقوا farmers اللي هما فلاحين bravo bravo عليكم يا شباب نكمل حل number ten corn quickly in the summer sun it becomes ready to eat بيصبح جاهز للأكل إذا ده بالنسبة لنا بيبقى ناضغ يعني ينضغ ripen ripen يعني ينضغ corn ripens quickly ده طبعا تعرف لقولنا rip بس اللي r-i-p rip فقط rip 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 بس معناها إيه معناها ناضغ أما ripen ينضغ عكس كلمة rot وrot rot يتعف وrot متعف number eleven there is the place where scientists can modify genes المكان اللي في العلماء بيعملوا بيعدلوا جينات طبعا فين bravo lab اللي هو laboratory you know laboratory means معمل laboratory يعني معمل اختصاره كلمة lab طب pesticides you know pesticides أيوة pesticides يعني مبيد أفات المبيدات دي المبيدات هل دي آمنة طبعا لا لأ لنجب تجنبها لأنها سامة فنبقى الحل هنا poisonous طبعا ما يقدرش في نفس الجملة يجيب poisonous ويجيب لك كمان harmful لأن ينفع harmful وينفع poisonous عشان كده لما تحط كلمة harm جاب harmless يعني لا تضر number 13 the crops are regularly with insecticides to protect them from diseases أيوة برافو عليكم الناس حلتها يشاطرة طبعا الجملة the crops are regularly أيوة برافو كلمة spray يعني يرش بيترش المحاصيل بالمبيدات الحشرية علشان تحمي الناس أو تحميهم من الأمراض برافو شطور ياولاد برافو عليكم والله يجاهلوا خالص the soil is we can grow crops in it الأرض دي بيقولك الأرض دي كذا نعرف نزرع فيها أي أرض بتزرع فيها طبعا الأرض الخصبة كلمة خصبة يعني إيه أنت عندك كلمة الأول fertile fertile معنى خصبة اللي جاي منها كلمة fertilizer اللي هو المخصب أو السماد عكس fertile infertile طبعا بيقول the soil is fertile يا شباب number 15 in the past the nile used to and enrich the soil في الماضي النهر كان بيعمل إيه ويثري التربة enrich يعني يغني أو يثري كان بيعمل إيه في التربة النهر كان بيخلي التربة تبقى إيه خصبة إزاي لما بي float يعني يفيد وبيصيب طبقة من أي واحد يعرف عن طامي برافو طامي معناها silt لأ ناس قال بمض لأ الحالة بيش مض مض يعني طين لكن الجملة بتاعتك silt اللي معناها طامي فطبعا النهر ده النهر الأول كان بيخلي الأرض بتبقى عليها إيه عليها طبقة من السilt اللي هو الطامي number 16 modern farming more money لما عايز أقول تكسب مالا أو تجني مالا هنا تكسب مالا يعني إيه makes money لما أقول makes more money يعني تكسب مالا أكثر برافو number 17 واضحة جدا لكل الجملة بتقول it seems to me that organic food is for you than inorganic طبعا أني طعم أحسن الطعام اللي مرجوش عليه مبنيات كيميائية والطعام اللي المزروع منه فيه كده طبيعي طبعا الطبيعي فالزروع العضوية أحسن ليك من الغير عضوية يبقى الحل هنا كلمة better بمعنى أفضل يا طرفي أسئلة تانية أيوة خليك معنا نكامل مع بعض flour water and eggs بيض ومية ودئي are the most important of this food هم أهم إيه في الطعام ده طبعا دول عبر مقادير أو مكونات يبقى كلمة ingredients ingredients يعني مقادير أو مكونات number 19 once people ate animals they had يعني في بقولك ذات مرة الناس كابتاكوا الحيوانات اللهم أيوة بيستدوها they had hunted برافو يا أولاد ونكمل question number 20 يلا شباب question 20 early farmers used the collected from the best plants كانوا بيستخدموا إيه اللي مجمعينها من أفضل نباتات أيوة كلمة بزور يعني seeds how can we stop that in our society مين يعرف حل الجملة دي لو ركزت معايا هتلاقي الجملة دي حلاها غريب شوية عارف الحل هنا ايه مفيش حل لا في حل فين الحل اهو كلمة رط تيجب معنا فساد فبيقول how can we stop stop the rot in our society كيف نصلح او نوقف الفساد في المجتمع نابر 22 بسبب الهندسة الورصية some people are that there will be new diseases الناس بتقول حيبق في أبراد يبقوا ما يسعد ولا خايفين ايوة الحل هو ايه خائف من الشيء يبقى afraid شوف يا أولاد 23 شوف يا أولاد في الربيع يبقى أنا بغرس إيه عشان أزرع برافو فعلا بزور يعني seeds there is not enough food so people may die off مفيش أكل كفية there is not enough food so people may die off bravo starvation وتعني مجاعة crops are destroyed by ايه بقى إيه إيه دمار ما حصيل عشرات ولا أمراض ولا 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 واحد فيهم ولا كلهم فعلا كلهم إيه بوث كلاهما look at the plans بوث فين عالطيارات look at the planes they are بيعملوا إيه في الحقول الطيارات أيوة فعلا بيعملوا رش اللي هو يرش spraying آخر جملتين في كلمات يونت nine ونركز مع بعض people have been eating biscuits and cakes for a long time although they contain modified ingredients أنا بقول محاصيل أو مكونات معدلة جنيا يترى genetic ولا genetically أيوة genetically علشان في كلمة modified صفة فعايز adverb أبلها طب إلا بعد فارمرز earn أيوة earn their money from الفلاحين بيحصلوا على إيه بقى أيوة بيحصلوا على فلسومين من الزراعة يعني إيه زراعة agriculture برافو يا أولاد عايشة شباب it's believed that من المعتقد أن spring plants with best side is dangerous طبعا لأن هنا بالرشو ومبداعات حشرية ده خطر علينا ده كده أول جزء كلمات unit 9 خليك معنا هنحل على grammar طبعا شباب إحنا عارفين grammar unit 9 هو عبر عن reported speech ومن آخر عشان ما تايبش قلبك أنا بلعب على إيه بلعب على مضارع هات مضارع ماضي هات ماضي ده كل الحل بتاعنا بدون أي تعب قلب فراز بتركز معايا أن أنت مش مبني على وجع دماغ مضارع هات مضارع ماضي هات ماضي إلا في حالات معينة لو كان في حقيقة علمية أو كلمات زي كلمة just now أو moment ago في الحالة دي أنا بغيرش الجملة خالص لحظات وحنحل مع بعض على ده أدي أول جملة يا شباب أنت تركز معايا أولا مفيش حاجة قبل الفاعل التاني يبقى إحنا هنا كأن موجود كلمة ذات أدم كان في ذات أو عدم موجود ذات ده دليل أن أسجد لقى واندر لقى واندر لقى يبقى الحال بتاعك كلمة سد سد هنا طبعا جاي بمعنى قال طب ليه إحنا ما نقولش كلمة told told كده كده الحمد الله مش موجودة بس أدم ما فيش كلمة سد ارجع معنا على أول فيديوهاتنا شوف شرح الربورت سبيتش الومباشر الومباشر وحتلاقي معك كمان إزاي أنت تتعامل معاه ارجع شوف الفيديو وتفرق عليه علشان تعرف أنت بتعمل إيه إيه اللي بعد بيقول إيه الجملة السد ماضي يبقى أنا عايز الإجابة بتاعتي ماضي برافو ناس يلا لبعدو وبعد كده بيقول with her homework the afternoon أنا بتكلم على مبارح بالليل مبارح الظهر يبقى كان بيسعدها الجملة في الماضي طب ينفع نقول هي لأ ما انت قيل خلص her brother يبقى الحل بتاعك was helping عايز شباب برافو ناس 4 she said they the following seller day أنا بتكلم على following seller day يعني مستقبل بس في عندي سد ماضي أبص كده الجملة ملقيش عندي غير where meeting وده الحل الصح she said they were meeting some of them there at the following كذا يبقى نهاية لأ 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 تاع where meeting لأن where meeting قد أصل ها our meeting ما احنا عارفين إن ممكن استخدام our في future وده إيه نبن نركز مع بع she that أدام في that يبقى ما ينفعش أسكد ما ينفعش wondered ما ينفعش ordered الحل complained يعني complained يعني اشتكد number six they promised that أي they promised that they us as as they arrived قوم لكل هماضي هتجي هنا مستمر يعني الحل فعلا what phone bravo شباب ما شاء الله إجابات سريعة حلوة يلا لبعد he admitted that that he أي أي و admitted for past four he admitted that he أي bravo في p4 يبقى لعب عالماضي يا دكتور يبقى الحل had arrived عايش شباب وما دور رجالة قدعة number eight she that أدم that قلنا فما ينفعش تقول لي asked she blamed that مينفعش blamed لبى يعني يلوم she refused that لأ برضو أنا بكلم علنية شرحت أو فصارت يبقى explained طب البعدها I admitted that I قبل في past form يبقى الحل بتاعك أي bravo didn't have في ناس بتقول ليه ما أقول don't لأن في admitted ماضي مش مضارع أدم ماضي هتلو ماضي مضارع سبل مضارع أو خليه مستقبل ماضي هتلو ماضي أو ماضي هتلو ماضي تيم يعني برجع الماضي كله وراء والمضارع يثبت زي ما هو ولو مستقبل يفضل زي ما هو لحظات وحنكمل تشوف ما بعد يا أولاد he denied كلمة deny لما يكون معاها مفيش subject يبقى في الحالة دي ييجي الفرب مضافا إلي أيوة ing عاش أولاد سامع الناس بتحل صحه شط لما يكون عندنا مفيش subject بعد deny أو admit بجيب الفرب مضافا إلي ing يبقى being I explain that أيوة أنا فشرح فصرت يعني قولة في الماضي يبقى I explain that I shall will ما ينفعش will have to ما ينفعش إلعب على الماضي يبقى would have to برافو إلي بعدو Peter he would مفيش if مفيش to مفيش آلات استفهام فما ينفعش ولا wondered ولا أسكد ولا promised يبقى الحالة بتاع حضرتك كلمة wanted تنفع wanted لا الله طب ليه لأن حضرتك ما قالش يريد أن الحل يا دكتور ليه لأن هنا جايب معنا وعد ولو أريد الجملة Peter وعدني إنه حيتصل بيا بالليل شفت الجملة كانت إزاي يلا لبعده number 13 الجملة بتقول هي she said anyone until هنا بقى ولاد القصين موجودين وفي until بعدها have مش had عشان للصربعة والناس اللي قالت didn't يا حبيبي لأ أدم في بعد until have فأنا بجيب الحل بتاعي بكل بساطة will not يبقى الحل بتاعنا هنا won't see الشباب إيه اللي بعده she refused refused من غير فاعل يبقى two plus infinitive الحل بتاع حضرتك كلمة to land كده تمام لحظات وحنكمل يلا شباب ما باضينا قد عندك كلمة deny ومن غير فاعل معها أيوة بربع لك الحل فعلا كلمة forging يعني يزور أو يزيف he said middles هنا بتكلم عن المعادن تتمدد أو تنكمش دي بالنسبة لحقيقة علمية لا تغير في زمنها يبقى contract عاش يا ولاد كامل بعد she promised في الماضي يبقى الحل بتاعك الماضي يبقى would he admitted that he برضو في الماضي يبقى had robbed bravo اجاب تكييم تمام عاش يا ولاد he explained that he برضو قملة في الماضي أيوة ماضي بس بيقول الحقي في weeks earlier بس كده ينفع ان lose losing لا طبعا that he had lost عشان القملة في الماضي number 20 واخر قملة النهار ده في grammar unit 9 يبقى كده حالين على grammar وعلى الكلمات على vocab they explain that they كملة في الماضي ابص كده ماليش عندي اي حاجة في الماضي غير had ايوة bravo شباب had been traded كده احنا حلينا على grammar unit 9 vocab unit 9 لو عايز تكمل معانا حلوا كل يوم خليك بتابعنا ووعد تنسى ترجمة نانسي قنقر